السلام عليكم. اليوم نتعرف على الوارك بنش. الوارك بنش هو عبارة عن سيميليتر بنكون من خلاله ببناء الدواء الرقمية اللي بدنا نعملها. طبعا هذا الشي على حسب اللي موجود عندنا في مختبر في الديجتال لوجيك ديزاين. وقبل ما نبدأ نشتغل على الوارك بنش بنشوف كيف بنكون بعملية الانستاليشن لالو. طبعا الوارك بنش عشرة نحن نتعامل معه. حيكون في معندكم رابط يبين لكم من وين تنزله هذا الابليكيشن او هذا السيميليتر. وبعد ما ننزل هذا الابليكيشن او السيميليتر بنكون بعملية فك من ضغط الملف داعه. وبيصير في عنا هذه الديجترية الموجودة لانه هون. نكون بعملية السيتب. طبعا الوارك بنش زي زي اي ابل شي بيلزمه انه لازم نعطيه سيرة النمبر اوه طبعا النام. بس. لما نيجي نعطيه سيرة النمبر من نروح على الكيجن. الكيجن منشغله. لما نكون بعملية جينيريت لسيرة النمبر. بس. الجينيريت للملتزم. برو فول ايديشن. من كله نجينيريت. كوبي. نرجع مرة تاني. للصفحة او الوزرد بتاع الانستيليشن. من كله بيست. كونترول في. المكان اللي انا بدي انزل. على الابديكيشن تاعتي. خليه زي ما هي. نيكست. الاكريمانت. نيكست. هلا هورا بتم العملية. مغاية ما يخلص. ما بيكونش فيها اي شي هي مجرد. لكن قبل ما نطلع منها نرجع مرة تاني للكيجن. انا في الكيجن هنا لازم نعمل كريايت للايسنس فايل. الكريايت للايسنس فايل. نحن بدنا يعني على الدسكتوب. الاكستنشن تاعته. اي 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 اي. cha klik A سوف اي اوكي. طالما انه نسيت يمكن هونا اسكر ايجن. وبعد ما ننتهي من عملية الانستاليشن الكامل او للابليكيشن تاعتنا نرجع نكمل نشوف شو بنا نعمل علشان نعطي او اللي انا من البرنامج. طبعا بعد ما انهينا عملية الانستاليشن بلزم نبدأ ننشكل المنتزم. قبل ما نبدأ نشتغل على المنتزم نروح على الستارت نلاقي في عنا هنا اشي اسمه ان اي لايسنس مانيجر. هذا طبعا تابع على موضوع السيميليتر او سيميليشن اه بيكيشن نحن منها. على طول انشاغلو في عنا هنا اوبتشن. انستول لايسنس فايل. طبعا لايسنس فايل احنا منها. هيا هو اي دوت الاي سي من كله اوبتشن. وبهيك احنا جهزنا الابليكيشن تاعتنا كامل. طبعا في نهاية الانستاليشن كان بيطلب منها عملية الريستارت للجهاز. بعد ما نخلص عملية اللايسنس مانيجر هادف نكون بعملية الريستارت للجهاز مرة تانية. علشان بعد هيك نبدأ نشتغل على المنتزم ونشوف كيف بنا نبدأ نبني السيركيتز بتاعتنا من خلال هدا السيميليتر. نشوفكم بعد الريستارت.